اشتركوا في القناة بإمكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسهر منه أجل كنت أسهر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللارعة تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في الصوت والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر فانطلقت ضحكتي التي دورت في الصوت عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظار كانت في حالة يرتالها أين كنت يا راشد قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي بطا كانت في حالة يرتالها قالت والعبرة تخنيقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها أحسست أني أهملت زوجتي كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي قاصة أنها في شهرها تاسع قاصة زوجتي الآلام يوما وليلا في المستشفى حتى رأى طفلي النور لم أكن في المستشفى ساعتها تركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ أذن سالم حين وصلت للمستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة أي طبيبة المهم الآن أن أرى ابني صالم لا قد من مراجعة الطبيبة قالوا لي أجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين أعرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تريد تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم أكن أهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظنوا أني أكرهه أنا لا أكرهه لكني لم أستطع أن أحبه أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأول وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرض كلما زدت ابتعادا عنه بادت زوجتي حبا وتعلقا بصالم حتى بعد أن أجربت عمرا وخالدا مررت السنوات وكنت لاهل راطل غضتني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم لم تيأت زوجتي من أصلاحي كانت دائما تدعو لي بالهداية لم تغضر من تصرفاتي القائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته كبر سالم ولم أمانع ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقيم لم أكن أحس بمرور السنوات أيامي سواء ليل ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحالية عشر فضر ما يزال الوقت مبكرا أقول لكن لا يوم أخذت دشا سريعا لبست وتعطر وهممت بالخروج استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مكان غفلا أخرج أم أرى مما يشك سالم قلت لا كيف أتركه وهو في هذه الحالة أبو الفضول أم شفقه لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما بهي يترى اكتشف أن ابني يهرب مني فالآن أحتست به أين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته وقضى أن يخبرني في البداية سبب بكائه وتحت إصراري عرفت السبب تأخر عليهم شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوثله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم أن لا يجد مكانا في الصف الأول نادى والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على خمه كأني أطلب منه أن يقف عن هديثه وأكمل حينما بكيت يا سالم لا أعلم ما الذي دفعني لأقول سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد أجاب سالم أكيد عمر ليتني أعلم إلى أين ذهب قلت لا يا سالم أنا من سيرافقك أنا من سيرافقك استغرب سالم لم يصدق ظن أني أسخر منه عاد إلى بكائه مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده أردت أن أسله بالسيارة رفض قائلا أبي المسجد قريب أريد أن أخطو إلى المسجد فأني أحتسب كل خطوة أخطوها يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجده هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين إلا أني وجدت لسالم مكان في الصف الأول استمعنا لقطبة الجمعة معا وصليت بجانبه بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو أعمى هذا ما تردد في نفسي ولم أصبح به خوفا من جرح مشاعره طلب مني أن أفتح له المصحف على صورة الكهف نفت ما طلب وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله إنه يحفظ صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي أمسكت مصحفا أحسست برشة في أوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني هذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرقت ولم أشعر إلا بياد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطره عدنا إلى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن قلقها تحول إلى دموعي فرح حين علمت أني صليت الجمعا مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء الثوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد ذقت ضعم الإيمان عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا لم أفوت حلقة ذكر أو قيام ختمت القرآن عدة ثمرات في شهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والسخرية من الناس أحسست أني أكثر قربا من أسرتي اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الإبتسامة ما عادت تفارع وجه ابن سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة فيرية فردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت أن ترفض لكن حدث الأس طرحت كثيرا بل شجعتني حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بالدراعيذ الصغيرين طرحا وبالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانع تقبيل رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة أسرع مما تصور تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي أحدث أبنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكثر لسهال ثمانيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم كلما أحكيه زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلام وتقبله كانت تضحك فين تسمعوني أقول هذا الكلام إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع بحكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله أخيرا عدت إلى المنزل طرقت الباب تمنيت أن يفتح سالم لي الباب لكن تنجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استأت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء قتغير فيها تأملتها جيدا إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها سألتها ما بركي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيته للحظات قلت لها أين سالم خفض رأسها ولم تجر لم أسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة لم تتمالك زوجتي الموقف أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها أن سالم أصابته الحمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين أخذت زوجتي إلى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسنك طريق الإيمان رغم كل شيء لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة وازع سالم الذي امتنعت يوما عن قبل اكتشف أني محبه أكثر من أخوانه بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا أهزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا أهزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقبل سالمي رحمتك اللهم إنا نسألك الزبار